وللحديث أكثر حول العمليات الأمنية التي تقوم بها قيادة عمليات بغداد ينضم إلينا مراسلة تغيير من بغداد محمد فراس محمد عمليات بغداد تعلن البدأ بتنفيذ عمليات أمنية في عدة مناطق من جانب الكارخ نتحدث في تفاصيل هذه العمليات نعم ضمن مرحلة فرض القانون وتوجه نحو حماية السلم المجتمعي وبثروح الأمان بين البغداديين أجرت عمليات بغداد وزارة الداخلية وأيضا الصنوف التابع لوزارة الداخلية من الشرطة الاتحادية من مكافحة الجريمة حتى مديرية المورو كانت مشتركة في هذه العملية أجرت عملية أمنية في مناطق شمال العاصمة بغداد في جانب الكارخ أتحدث عن جكوك قرب مدينة الكاظمية أتحدث عن منطقة التاجي الشمالي والعشوعيات القريبة منها أيضا منطقة الطوائل هذه العملية الأمنية التي هي سلسلة لعمليات أمنية قد بدأت في منطقة البتاوين وكانت نتائجها واضحة ومعلنة وهي إلى الآن مستمرة وأثمرت عن إعادة أملاك وفرض الأمن في تلك المنطقة كذلك توجهت القوات الأمنية إلى مناطق أخرى في العاصمة بغداد بعدما كانت في الرصافة أصبحت اليوم في الكارخ هذه العمليات الأمنية أشعرت المواطن بقوة القانون وأشعرت المواطن بنوع من الأمان خصوصا أن هذه العمليات قد أفرزت عن اعتقال عدد كبير جدا من المخالفين للقانون وممن حتى من العمالة الأجنبية التي لربما شكلت نوعا من التهديد الأمني في العاصمة بغداد هذه العمليات الأمنية لن تنتهي إلى هنا بحسب تأكيدات وزارة الداخلية وقيارة عمليات بغداد فلأنها مستمرة أيضا وستصل إلى جميع معاقل المخالفين للقانون واعتقالهم وتنفيذ مذكرات القاقبض بحقهم نتحدث عن أهمية هذه العمليات في فرض الأمن بالتالي إحساس المواطن بالأمان وشعوره بانتهام مرحلة الخروقات الأمنية نسبيا هي بالتالي أفرزت نوعا ما انخفاض في الجريمة بشكل نسبي حسب البيانات الصادرة وبشكل ملحوظ هذه العمليات لاقت إشادة ولاقت سأييد من الشارع البغدادي خصوصا أنها مهمة كما تحدث لفرض الأمن في جميع مناطق العاصمة بغداد وأيضا فرض القانون وإيقاف المخالفين المخارف للقانون لا حقيقة يتوانى عن مخالفته مجددا إن ترك على ما يفعله خصوصا أن ما احتقلت القواس الأمنية اليوم هم من المحتازين للأسلحة بشكل غير قانوني وأيضا عدد من العمال الأجنبية التي خالفوا الذين خالفوا عفوا شروط إقامتهم في العاصمة بغداد العمليات الأمنية مستمرة والوضع الأمني في بغداد مستتب كما ترون الحركة المرورية نحن الآن قرب منطقة الباب الشرقي والشورجة واحدة من أكثر المناطق حيوية في العاصمة بغداد ترون الحركة وانسيابية الحركة الحركة التجارية مستمرة العمرانية مستمرة لا توجد هناك أي تعطلات أي توقفات أي خروقات أمنية إذن البغداديون يعيشون جوا من الاستقرار الأمني في ظل التحركات الأمنية المتجهة نحو المخالفين للقانون العراقي نعم إذن محمد هي عمليات تنشيطة أمنية في مناطق كوكوة طوايل كما تحدث إلى جانب التاجي والعشوائيات لكن دعنا نتحدث عن تمرين القضة الفولاذية الذي يستهدف حماية الكوادر الطبية جاءت هذه العملية لربما بعد مطالبة عديدة من الطباء والعملين في القطاع الصحي من أجل حمايتهم بعد تعرضهم للعديد من الاعتداءات نتحدث عن هذه العملية نعم في البدء دعوني أتحدث عن الاعتداءات على الكوادر الطبية في البدء التي عانت منها كثيراً المؤسسات الصحية حينما تحدث هناك حالة وفاة في المستشفيات العراقية يتجه أهالي المتوفي نحو الأطباء ورمي التهم على أنهم مقصرين وبالتالي يحدث هناك اعتداءات على الكوادر الطبية والتي كانت لربما لسنوات عديدة هذه العملية التي تهدف لحماية الكوادر الطبية بالدرجة الأساس لها أهميتها وثقلها من ناحية توفير غطاء أمني للجيش الأبيض خصوصاً أنه هو يعني الجيش الأبيض له من الأهمية ما يستدعي التفات خصوصاً نواجبهم هو إنساني وإن الحالات التي لربما حدثت تعكس سلوكيات السلبية لعدد من يعني المراجعين لعدد من أصحاب المرضى فبالتالي هي ليست حالة عمومية إنما هي حالات تحدث بين فترة وأخرى لكن حدوثها يؤثر حقيقة على سير العملية الصحية في البلد بالتالي هكذا تحركات أمنية مهمة جداً لكما تحدثت في الغطاء أمني للجيش الأبيض وإتاحة فرصة ليداء عملهم دون أن يكون هناك ضغوط شكراً على هذه الإحاطة محمد فراث مرسل تغيير من بغداد شكراً لك